نبدأ بقى أخبرنا المحلية من التصنيف الشهري لمنتخبات العالم واللي أعلنوا الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أعلنوا اليوم واللي شهد بقى حفاظ منتخب مصر على مركزه في آخر تصنيف بالتواجد في المركز التسعة وتلاتين عالميا والسادس على مستوى إفريقيا والتالت عربيا فيما بقى قفز منتخب المغرب حداشر مركز وده أكيد بعد الأداء الكبير المشرف اللي أقدمه المنتخب المغربي في المونديان وحصوله كمان على المركز الرابع في كأس العالم أصبح منتخب المغرب أفضل منتخب بيحقق قفزة في الترتيب لعام 2022 خلاه في المركز الحداشر وهو ثاني أفضل مركز ليه في التاريخ بعد المركز العاشر في إبريل 1998 كمان عايز أقول لكم أن حفظ منتخب البرازيل على صدارة التصنيف العالمي وارتقى كده منتخب الأرجنتين وفرنسا مركز في التصنيف فأصبحت الأرجنتين في المركز الثاني ومنتخب فرنسا في المركز الثالث وتراجع منتخب بلجيكا مركزين ليصبح رابعا في التصنيف بعد توضيع المونديال في الدور الأول تعالوا بقى كده نستعرض مع حضراتكم تصنيف المنتخبات ونبدأها بأفريقيا وجي عايز أقول لكم دلواتي ترتيب أول عشر منتخبات على مستوى قارة أفريقيا أول بلد فيه المستوى ترتيب هي المغرب بعد كده سنغال في المركز الثاني تونس في المركز الثالث الكاميرون المركز الرابع نيجيريا المركز الخامس السادس مصر استابع الجزائر مالي في المركز الثامن تسعة كوديفوار عشرة بوركينا فاصو وجيبها ترتيب أول عشر منتخبات عربية كالآتي أول بلد هي المغرب بعد كده تاني بلد تونس منتخب مصر مركز الثالث الرابع الجزائر الخامس السعودية السادس قطر السابع العراق الثامن الإمارات عمان الرقم تسعة والأردن رقم عشر وجي ترتيب أول عشر منتخبات على مستوى العالم كالآتي البرازيل الأرجنتين فرنسا بلجيكا إنجلترا هولندا كرواتيا إيطاليا بورتغال وأخيرا أسبانيا